اشتركوا في القناة تأمين تواصل عمل المصالح والمرافق العمومية والحرص على توفير الخدمات العامة اعتباراً لحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد وتحدياتها موضوع منشور وجهه رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف شهد اليوم إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العموية حاثاً إياهم على تركيز جهودهم بالخصوص نحو خدمة مصالح المواطنين ومزيد دعم الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين للقطع مع حالات الانتظار كلها رئيس الحكومة شدد على ضرورة متابعة القرارات الحكومية والمشاريع العمومية المبرمجة أو الجاري تنفيذها متابعتها بدقة وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والوقوف على مطالبهم واحتياجات مناطقهم وتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة مديونية تونس تراجعت لأول مرة منذ سنوات تسعة وبخمس نقاط تزيد خلال تسعة عشر وألفين هذا ما أعلنه وزير المالية رضا شلغوم اليوم موضحاً إمكانية مواصلة تقليصها لتصل إلى مستوى النصف المسجل سنة ثلاث وآلفين تصريح وزير المالية ورد خلال جلسة البرلمان العامة اليوم والتي صدق خلالها النواب على مشروع قانون اتفاق بين تونس وإيطاليا مبرم في مارس تسعة عشرة وألفين واتفاقية قرض مبرمة في التاريخ ذاته بين صندوق الودائع والقروض الإيطالية والبنك المركزي التونسية أعلن وزير المالية رضا شلغوم عن تراجع المدينية بخمس نقاط سنة ألفين وتسعة عشر مع إمكانية مواصلة التقليص منها لتصل إلى مستوى خمسين بالمئة والمساجلة سنة ألفين وثلاثة إضافة إلى أن قسماً كبيراً من القروض التي تسددها الدولة تم الحصول عليها بعد سنة ألفين وإحتعشر مشيراً إلى صعوبة المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس النتائج النهائية لسنة ألفين وتسعة عشر وينسجلنا انخفاض في نسبة المديونية من 77.9% إلى 72.7% وهذه أول مرة يكون ثم منحة جديد منحة انخفاض لنسبة المديونية وهذا يطلب مننا مواصلة المجهود هذا كما تمت المسادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا واتفاقية قرض بين صندوق الودائع والقروض الإيطالي والبنك المركزي ويخص هذان المشروعان تمويل برنامج دعم القطاع القاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالإضافة إلى المسادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسا وخلات وفي الجلس المسائية صوت نواب مجلس الشعب على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية قصد المساهمة في تمويل برنامج تعصير القدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد معطاية نيجابية ومؤشرة تتحسن عن سابقاتها خلال المواسم الفلاحية الماضية أعلنتها اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في نقطة إعلامية بين أبرز معطياتها تطور إنتاج الحليب بأربعين مليون لتر بلغت مساحات الحبوب المروية حوالي 68 ألف هكتار أي ما يعادل مساحة الموسم الفارط في حين بلغت الصادرات من زيت الزيتون إلى موفى شهر ديسمبر 19 و2000 حوالي 36.6 ألف طن لتبلغ المبيعات من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب للمستهلك التونسي بمراكز الديوان الوطني للزيت إلى غاية الخامس عشر من جانب في عشرين وألفين حوالي 154 ألف لتر كل هذه المعطيات قدمت خلال ندوة صحفية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الاستعداد للمواسم انطلاق المواسم بطبيع الحال اللي احنا كنقوله مواسم راو موسم زراعات الكبرى احنا مازلنا نحكيه على صابت القامح ولكن احنا انطلقنا في الاعداد للموسم زراعات الكبرى من حيث تخصيص المساحات للبذر من حيث البذور الأسمي دا إلى خيري هذي كلها نظرنا فاكيف كيف الاستعداد لموسم اللي احنا افتتحناه موسم زيت الزيتون بالنسبة للتمور احنا تقريبا صدرنا قرابة 35 الف طن طوى من اللي انطلق الموسم وتناول اللقاء الاعلامي ايضا الاستعدادات لشهر رمضان واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توفر اغلابية المنتوجات الاستهلاكية وخاصة بالنسبة لللحوم الحمراء والالبان انطلقنا في الاستعدادات للشهر ذي وتقريبا المؤشرات الكلها ايجابية ان شاء الله بالنسبة للحوم الحمراء والالبان بيش تكون في ضرورة الانتاج شهر رمضان وبالتالي معنى الشكاليات كيف كيف بالنسبة للخضر معنى الشكاليات ربما بيش تكون هناك شوية اشكالية في مسألة الغلال لانه شهر رمضان بيش يكون بينزوز مواسم نحن سنوفر الغلة الموجودة من فراولو تمور وقوارسي لخيره واكد وزير الفلاحة ايضا تحسن انتاج الحليب ليبلغ حوالي 1350 مليون لتر مقابل 1310 مليون لتر في نفس الفترة من السنة الفارطة تحسين اوضاع المساعد البيداغوجي وتشريكه في مشاريع التطوير والتجديد التربويين وبرامجهما بعض مطالب المساعدين البيداغوجيين الذين نظموا اليوم امام وزارة التربية وقفة احتجاج على ما سموه عدم جدية سلطة الاشراف في التفاوض مع ممثلتهم الجامعة العامة لتعليم الاساسية بخصوص مطالبهم وباتصالنا بوزارة التربية لم تدلي بأي رد في الخصوصة هناك مستجدية تربوية نتالبوا بشكلوا فيها خاصة المستوى الثانية فرنسية على مستوى سنة التحضيرية وقاعة مستجدية تربوية وتغيير في المناهج لغير ذلك المعلمين تلقاوا تكوين فيها مع المفقدين وغيرهم المساعد لم يتلقى تكوينه لم يدعى لذلك المطالب منتاع الحركة المطالب النظامية منتاع المقلل والمساعدين لاتمكعوش بها جملة في الجانب الميزدي كيف كيف عنا اهم حاجة هو منحة التنقل هذي اللي المساعد يصرف منجيبه وثلاثة أربع سنين وما يخلص منحة الريف المنحة الوظيفية هذي كلها مطالب ومعنى أدوات العمل وفي أخبار التربية وتعليم أيضا بطاقات أعداد لن ترسل بالبريد بل ستكون على الخط وخدمات رقمية أخرى عديدة شرعت وزارة التربية منذ الثالث عشر من جنفيا الجاري تضعها على ذمة أولياء التلميذ عبر موقع واب أطلقتها يتيح الدخول إلى فضاءات مخصصة لتفاصيل الحياة المدرسية مواجهة لتسعمائة وستين ألف تلميذ بالمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية ولأولياء أمور المتمدرسين وللإطار التربوي وإدارات المؤسسات التربوية بعد أن كانت تصل عبر إرساليات بريدية باتت بطاقات أعداد التلميذ اليوم رقمية ويمكن للأولياء الإطلاع عليها من خلال فضاء الولي المدرجي بموقع الواب الذي أطلقته وزارة التربية مؤخرا وقد تم إلى حد اليوم إدراج مائة وسبعين ألف بطاقة أعداد بهذا الموقع يدخل الموقع الخاص بالولي اللي هو كي يدخل الموقع هذية احنا بش نطلبوه في لوجين وموت باسم اسم المستعمل شنو هو نمر بطاقة التعريف اللي قيد بها صغاره كانت تذكر وقت التسجيل عن بعد والكلمة زاد العبور هي كلمة العبور اللي كانت تذكر وقتها وقت عملية التسجيل عن بعد هي اللي بعثنا هيلو بالاسميس فضاء الخاص بالولي هذية فمعدة خدمات ما بينها اللي توا أخيرا أطلقناه هي بطاقات النتائج يمكن تلاهم ذلك كيف يدخل الموقع ممكن يجمو ما يلقاوش بطاقة الأعداد هنا عليش على خاطر فما معاهد ما زالوا مكاملوش مجالس الأقصى من متاحه نحب ورقة مصحة أو مطبوعة وقتها يتصل بالإدارة الخاصة بالمعهد متاع الصغير متاعه وإلى جانب فضاء الولي يتضمن موقع الواب فضاء خاص بالتلميذ يمكنه من الاستفادة من جملة من الخدمات التلميذ يجب من بعد يتصل بأستاذه من خلال الفضاء هذيك يجب يتصل بإدارة وكان يحب يبعث حاجة الأستاذ من الأساس من خلال الفضاء هذيك وفيما يتم العمل على إعداد فضاء للمتفقد فقد خصيص بموقع الواب فضاء للمدرس جهزت بعض أقسامه فيما لا تزال أخرى في طور الإنجاز أو التطوير إذا كان نفهم دروس عن بعض إذا كان هو نحب نعطيه فرمسيون أدستانس يلقاهم هنا لغسوخ الخاصين بهال التكوين عن بعض إذا كان هو يحب يتصل بالتلم ذا متاعه قسمه يبعث إرسالية ولا يبعث مساج للتلم ذا متاعه لكل من خلال الفضاء هذي هذا وتعكف وزارة التربية على أعداد فيديو توضيحي حول كيفية استخدام مختلف أقسام الموقع استثماراً لتكنولوجيا الرقمية في خدمة المواطن سيتم قريباً إطلاق مشروع نظام الإنذار المبكر للتوقي والتحذير من مخاطر الكوارث الطبيعية المبادرة ثمرة تنسيق وجهود مشتركة بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وهيكل وزارة الداخلية المختصة في مجابهة الكوارث مذكرة تفاهم تم توقيعها اليوم بين وزارتي تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والداخلية والمشغلين الثلاث لشركات الهاتف الجوال والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول سيتم بمقتضاها إطلاق مشروع نظام الإنذار المبكر للتوقي من مخاطر الكوارث الطبيعية وذلك عبر إرسالية قصيرة يتلقها المواطن على هاتفه الجوال اللجنة الجهوية هي التي تحدد المنطقة التي ممكن تكون فيها فيضانات أو أي كارثة لقدر الله من الكوارث وبالطبع يتم اختيار نص البلاغ كما قلت باللغتين العربية والفرنسية يرسل هذا النص إلى الإدارة العامة للعمليات بوزارة الداخلية الإدارة العامة تتولى تبليغ هذا النص إلى مشغلي الهاتف الجوال الثلاث النص الموجود بش يكون نص تنبيهي نص ربما فما معناها تصرفات معينة معطيات هامة توجه للفئة المستهدفة بالتنسيق أول بأول مع المعهد الوطني للرصد الجو المشروع يتنزل ضمن استراتيجية تدعيم استعمال التكنولوجيا الرقمية كوحيدة من الأدوات لتحقيق التنميات الاجتماعية والاقتصادية وخدمة المواطن حسب تأكيد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي الهدف المتاعنا هو أن نحميهم مواطنين الهدف المتاعنا أن نكون في خدمة اللجنة الوطنية مجابية الكوحيدة اللجنة الجهوية المرتبة بها ونقدم أيضا نموذج كيف مشغلية اتصالات يكون في تار مسؤوليتهم المجتمعية في خدمة المواطن وأيضا في حمايتهم هذه الخدمة ينتظر أن تدخل حيز التطبيق في الرابع والعشرين من شهر مارس القادم تزامنا مع انعقاد قمة تونس الرقمية فيديوهات مدمجة تسهلوا الطلاع ذوي الإعاقة على فرص التشغيل المتوفرة ومستشاروا شغل يحظون بتطوير مستمر لمهارتهم أهم مبادرات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خدمة للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة هذا مقطع من شارك فيديو يوضح البرامج النشيطة للتشغيل التي يمكن لطالبي الشغل من ذوي الإعاقة خاصة منهم في قديل السمع النفاذ إليها هي تجربة أولى سيتم إدراجها بموقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أنجزت بالشاركة مع المركز التونسي المتوسطي في إطالي مبادرة روابط تم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية ترجمة البرامج الوكالة باللغة الإشارة وبتقنية صوت التراج ومع أن تكون هناك نعم جدد للأكسيسيبيل لذلك ترونه في الفيديو أما أن يكون لديه تيارة الإشارة وهذا من الأشياء مع الأخر التي تسمح لنافذ المعلومة بالنسبة لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خلال هذا اللقاء تم إمضاء اتفاقية شاركة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونس المتوسطي بهدف إعداد فيديوهات مدمجة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاتلاع على البرامج التشغيلية لأن الاتفاقية مهمة يجب أن تكون موجودة خطر بيكا يساعد أن تكون فهمة دايموما في العمل يعني بالنسبة لأن الشخص هو إعاقة سمعية تكون عندي أنه مضمون كل فيديو يهبط تكون فيه لغة إشارات يمي حاجة بيها وتهم خطر إنفا دايموما تكون موجودة في كل فيديو تخيز أمبر ويكون أي إنسان توم مطمن أي شخص هو إعاقة سمعية يكون مطمن وعرف أن أي حاجة مش طعمت يكون أكسسيلي بس ما يحاول هذه الشركة ستمكن من تطوير مهارات عشرين شخصا من مستشارية تشغيل لتوفير الظروف الملائمة لباحثي الشغل من ذوي الإعاقة من الولوج إلى مكتب التشغيل لتحقيق طلبهم طالب ممثلوا اعتصام الكامور اليوم بإيجاد حلول عجلة وفورية لتفعيل اتفاقية الكامور حينما استقبلهم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي تنصيقية اعتصام الكامور التي قررت إثر اجتماعها برئيس مجلس نواب الشعب قررت الدخول في اعتصام بمقر مجلس نواب الشعب تنديدا بما سمته الهرسلة والاستقواء الذين يقوبل بهما وفد المعتصمين اليوم خلال لقائهم رئيس مجلس نواب أكدت حق المعتصمين الشرعية في الاحتجاج السلمي باعتبارهم ليسوا من دعاة الفوضى وللعصين بل معتصمين في إطار القانون وما يكفله الدستور رئيس مجلس نواب الشعب أكد للتنسيقية قبل شروعها في تنفيذ الاعتصام أكد لها وفق بلاغ مجلس النواب أن البرلمان ملتزم بما التزمت به الحكومة وسيسعى إلى حثها على التسريع في تنفيذ الاتفاقية مضيفا أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة الحالي في الغرض مع إمكانية إحالة الموضوع للجنة التنمية الجهوية صلب المجلس لمتابعة تنفيذ الاتفاق تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم كلمة هاتفية من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تناولت العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين ووجه الملك المغربي بالمناسبة دعوة لرئيس الدولة لزيارة المغرب كما وجه رئيس الجمهورية الدعوة للملك محمد السادس لزيارة تونس من أجل فتح مستقبل واعد وأفاق الرحبة للعلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين ما تزال الإحصائيات والأرقام المفزعة الخاصة بعادد ضحايا حوادث المرور بتونس تثير قلق المواطنين والمختصين الذين يبحثون سبول وقف نزيف الأضرار الأنجع وأليات الحد من فواجع الطريق لنفع الغرفة التجارية التونسية السويدي نظمت ملتقا علميا اليوم اطلع خلاله المهتممون على تجربة سويدية في الصدد استئناسا بحق ألف ومئة شخص فقدوا حياتهم على قارعة الطريق جراء حوادث مرور مروعة سنة تسع عشتة وألفين خسائر بشرية يتم تسجيلها سنويا تتحول إلى أرقام وإحصائية مفزعة دقا معها الخبراء والمختصون ناقوس الخطر ألف ومئتين على أفماشين مليون تلقى عندك تقريبا عشرة قتلة لكل مئة ألف معنا رقم مخيف في عدد القتلة ومش معقول بلادنا فأكثر من زوزهم لين الموتورات يجريوا في كياسات ما عرفوا همش بحسبنا همش ستة وثلاثين في المئة يموتوا في حوادث المرهم والموتورات شوه لطالبين وطالبين حق في الحياة والسلم على الطرقات والقراء أو التقليص خلينا نقولوا التقليص من حوادث الطرقات في إطار السعي للحادي من حوادث الطرقات في تونس نظمت الغرفة التجارية التونسية السويدية ملتقى علمي لبحث صبر الاستفادة والاستئناس من التجربة السويدية المعروفة بالرؤية صفر وتعني صفر قتيل على الطرقات في هذا الملتقى وبحضور الخبراء والمجتمع المدني نحاول تقديم المقاربة السويدية في الحد من حوادث الطرقات للاستلهم منها خاصة وأن تونس للأسف تسجل أرقام مخيفة في عدد ضحايا الحوادث الرؤية صفر مقاربة اعتمدتها دولة السويد منذ عدد السنوات بغاية تسجيل صفر حوادث وصفر ضحية أكد الخبراء أنها تعتمد على جملة من الركائز الأساسية إذا ما توفرت بإمكانها أن تحقق نتائج مذهلة في أي بلد من بينها تونس من أبرز دعائم هذه المقاربة هي تقديس واحترام الحق في الحياة وتنسيق الجهود مع مختلف الأطراف الفاعلة وتقاسم المسؤولية المشتركة بين الأفراد والمجتمع والدولة ولما يزد الأطلاع على التجربة الرائدة في مجال الحدي من حوادث الطرقات من المنتظر أن تشارك تونس في الملتقى الدولي حول السلام المرورية الذي ستحتضنه السويد في شهر فيفريل قادم تحت إشراف منظمة الصحة العالمية قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه ظهر اليوم عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا وتدعياته المحتملة على تونس وذلك خلال الأسبوع المقبل هذا وكثفت الوحدات الأمنية منذ فترة حضورها على الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا بتنسيق مع وحدات الجيش الوطني باعتبار دقة المرحلة وحساسية الوضع الأمني على التراب الليبي وفق ما أكده وزير الداخلية هشام الفراتي اعتبار دقة المرحلة ودقة الوضع على التراب الليبي الوحدات الأمنية منذ فترة هو مش من اليوم كثفت من التواجد الأمني على الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني لكن هذا بالطبع ما يلزمش يثنينا أو يلهينا على أن حدودنا الغربية مع الجزائر هامة وهمة جدا ديما نذكر أن هذه المناطق هي مناطق تضاريس وعرى جبال كثيفة فيها تحركات بعض العناصر التي الحمد لله تم القضاء على أغلب قادتها وقد أعلن مستشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية مستشاره الإعلامية أعلن أن فايز السراج سيشارك في مؤتمر برلين للتسوية في ليبيا المقرر عقده الأحد المقبل كما أعلن وزير خارجية ألمانيا أن خليف حفتر قائد قوات شرق ليبيا مستعد لحضور مؤتمر برلين فيما لم يعقب مكتب حفتر على هذا الإعلان في وقت تتالى فيه الدعوات لإنجاح المؤتمر عبر تركيز وحسب على التوصل إلى حل سياسي دون اللجوء إلى أي تدخل أجنبي مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا يلقي بذلاله على المواقف الدولية الرامية إلى ضرورة إنجاحه من أجل المضي قدما بحل سياسي ليبي ليبي والالتزام بالحد من أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي ليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتراز نشد الأسرة الدولية تقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد المقبل ففي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي حث جوتراز جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية روسية تركية والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية بما في ذلك في إطار عملية برلين كما شدد جوتراز على أن هذا المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي ليبي منددا بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي وفي سياقا متصل بدعوات الدولية والسيام الأوروبية منها لإنجاح مؤتمد برلين الذي تعلق عليه آمال كبيرة عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن رغبته في اجتماع مفيد بشأن ليبيا وأكد التزام بلاده بالحد من النفوذ الخارجي وبمحاولة المصالحة بين طرفين نزاع كما حث وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون من جانبه جميع الأطراف من فيهم الداعمون الأجانب إلى دعم وقف لإطلاق النار قبيل محادثات رئيسية في برلين يوم الأحد المقبل ومع بدء العد التنازلي لانعقاد مؤتمر برلين ولمزيد حجد الدعم لهذا الحدث والسعي إلى تشريك كل الفرقاء الليبيين في هذا المؤتمر توجه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم إلى بنغازي شمال شرق ليبيا من أجل إجراء مباحثات مع المشير خليف حفتر بناء على تكليف من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقال ماس في تصريحات له قبل توجهه إلى بنغازي أن مؤتمر برلين سيمثل الفرصة الأفضل لإداحة البدء في مباحثات السلام لأجل ليبيا مؤكدا أن رسالة واضحة فلا يمكن كسب هذا النزاع عسكريا بالنسبة إلى أي أحد لافت النظر إلى أن هناك نافذة تنفتح حاليا من أجل تحرير النزاع من أي نفوذ دولي وأنه يمكن بذلك تمهيد الطريق لعملية سياسية ولمفاوضات داخلية بليبيا بشأن نظام مبعد الحرب تحت رعاية المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة ما يزيد عن 350 ألف سوري أحصت الأمم المتحدة سلوكهم طريقا نزوح نحو الحدود السورية التركية والسبب تقول مصادر أممية تجدد القصف والهجمات العنيفة المدعومة من روسيا على محافظة إدلب الخضيعة لسيطرة عناصر مسلحة تعارض نظام الرئيس بشار الأسد وفي خرق واضح للهدنة الروسية التركية في المحافظة 39 شخصا أحصاهم المرصد السوري لحقوق الإنسان ضحايا جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت ليلة البارحة في المحافظة بين القوات الروسية والفصائل المعارضة المقاتلة تنفس لبنان اليوم الصعدة بعد سلسلة احتجاجات وأعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمنة عادت تستنفر الشوارع منذ الاثنين الماضي مقيعة حوالي أربعين مصابا وقرابة خمسين معتقل عاد الهدوء إلى شوارع بيروت بعد ليلتين من الاحتجاجات التي وصفت بالعنيفة مع بداية ما سمي بأسبوع الغضب الذي شهدت معه لبنان اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن تخللتها أعمال شغب أسفرت عن تحتيم بعض واجهات البنوك ما دفع قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين هذه المواجهات أدت إلى إصابة أكثر من أربعين شخصا وفق الصريب الأحمر اللبناني واعتقال قرابة خمسين آخرين وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال من جهتها نددت في بيان بالعنف ودعت المتظاهرين إلى التزام الطابع السلمي أهذا وقد رفع المحتجون خلال المظاهرات شعارات منددة بفشل محاولات تشكيل حكومة جديدة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ليهلن لاحقا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة تتألف من ثمانية عشر وزيرا وقال رئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوما يعين مدير هيئة الضرائب السابق ميخايل ميشوستين رئيسا للوزراء بعد حصوله على موافقة البرلمانة تعين ميشوستين يتنزل ضمن تغييرات شاملة يعرفها النظام السياسي الروسي أعلنها بوتين أمس الأربعاء ليستقيل بعدها رئيس الوزراء ديمتري ميدفديف وحكومته إلى جديد الرياض الآن فقد استهل المنتخب الوطني لكرة اليد بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب الرئيس الأخضر بنتيجة 33 هدفا مقابل 21 لحساب المجموعة الثالثة من المنافسات التي انطلقت اليوم بتونس وقد فاز الحارس وسيم هلال بجائسة أفضل لاعب في المباراة التي سبقها حفل افتتاح البطولة الافريقية حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعدا جديد لكاسيوم أمم إفريقيا 21 و 2000 بالكاميرون عقب اجتماع موسع للجنة تنظيم المسابقة جمعها بالأطراف المتدخلة وصلة المحلية الكاميرونية لتعود المنافسات فتقام بين شهري جانفي وفيفري عواضا عن شهري جوان وشويديح أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تعيين الحكم الكاميروني اليوم نيون لإدارة مباراة ديربي العاصمة التي ستجمع ترجي الرياضي بالنادي الافريقي يوم الأحد المقبل بالملعب الأولمبي بيرادس في إطار الجولة التاسعة من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم اللقاء سينطلق على ساعة الوحيدة ظهرا عوضا عن الساعة الثانية نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام وهذا تذكير بعنوينه مع متصفي هذه الليلة انتهاء أجال تقديم الأحزاب والاتلالفات والكتل النيابية أسماء مرشحها لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تؤكد توجيهها مره سلاة للأحزاب في الغرب بطاقات أعداد تلميذ الأعداد والثانوي على الخط عبر فضاء الولية وتوفير فضاءة رقمية تفاعلية أخرى بين المدرس والتلميذة استعداد لمؤتمر برلين حول ليبيا ألحد المقبل أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تقديم دعم قوي للمؤتمر من أجل سحل سياسي للأزمة وسراج يعلن رسميا مشاركته وحتى تتابع مستجد الأخبار وصادقة بوابة التلفازة التونسية على ذماتكم مشاهدين سهرة الرائقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا